أشهر جاسوس إسرائيلي كاد أن يصبح رئيس دولة عربية ذات يوم وبينما كان يتحضر لكتابة برقية مشفرة انقضت عليه المخابرات السورية أربعة أيام من الإنكار والمراوغة انتهت بالكشف عن هويته الحقيقية إنه إيدي كوهين من إسرائيل استطاع خداع السلطات السورية لسنوات بعد دخوله دمشق باسم كامل أمين ثابت عام 1962 وخلال ثلاث سنوات فقط تمكن من مد إسرائيل بمعلومات بالغة السرية فكيف بدأت حكايته؟ ولد في الإسكندرية عام 1924 لأسرة يهودية هجرت من حلب السورية إلى مصر تعلم في المدارس اليهودية قبل أن يدرس الهندسة بجامعة القاهرة ولم يكمل تعليمه لكنه كان يتقن العربية والعبرية والفرنسية في أوائل خمسينيات القرن الماضي انضم إلى حركة الشباب اليهودي في مصر ثم إلى شبكة تجسس جون دارلينغ وبهدف إفساد العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تمكن من تنفيذ سلسلة تفجيرات في منشآت أمريكية في كل من القاهرة والإسكندرية ورغم القبض عليه مرتين تمكن من إثبات براءته وهاجر برفقة أسرته إلى إسرائيل عام 1957 في إسرائيل عمل إلي كوهين مترجما لدى وزارة الدفاع قبل أن يقرر المساد تجنيده لمهمة تجسسية في دمشق وبدأوا يساعدونه على بناء شخصية مزيفة تحت اسم كامل أمين ثابت رجل أعمال سوري مسلم مقيم في الأرجنتين بعد رحلة في دول عدة وصل إلى سوريا وهناك بدأ بتكوين شبكة علاقات قوية مع ضباط وسياسيين وصانع القرار ما مكنه من إرسال معلومات سرية تتعلق بالجيش وخطته العسكرية ومواقعه الحساسة خلال وقت قصير تمكن كوهين من تقلد مناصب رفيعة حتى أنه بات مستشارا لوزارة الدفاع وترددت معلومات حول ترشيحه رئيسا لسوريا في عام 1965 اعتقلته سوريا بتهمة التجسس وتبينت المعلومات حول الكشف عن هويته قبل أن تعدمه في مايو من العام نفسه في ساحة المرجى بدمشق وحاولت إسرائيل من وقتها الحصول على جثمانه لكنها لم تنجح إلى الآن ورغم مرور عشرات السنين على نهاية قصته إلا أن معلومات تتكشف عنها بين حين وآخر اشتركوا في القناة